كل الأمور مرتبطة بأداء العدو الإسرائيلي وإذا أردنا مراقبة الميدان نجد بأنه العدو مرتدع يعني أنا ليش اليوم بدي برر بمكان ما العمليات التي تقوم بها المقاومة وهي عمليات نوعية في المقابل عنوان اللي طرحه سماحة أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله بأنه أداء العدو وطريقة المعركة في الميدان هي من تحدد العدو مرتدع ولو لم يكن مرتدع لكان دخل بعملية أوسع هو على المستوى العمق مرتدع حتى ببعض المعلومات بأنه عندما تحصل عملية يخطئ فيها الحسابات يتدخل الوسطاء مباشرة مع حزب الله حصلت أكثر من عملية كان في تدخل الوسطاء بالمقابل كان الحزب يرد على العمليات بعمليات نوعية أنا انطلاقا من المعلومة اللي من رأتي بحب مرألك معلومة بأنه العملية التي حصلت الأخيرة التي حصلت أمس في بيت هلل هذه العملية هي أكثر نوعية من الطريقة اللي تم تفصيلها لأنه هي على المستوى العسكري كانت دقيقة جدا على مستوى البعد هي أبعد مسافة بيتم ضرب فيها الكورنت وهذا بيدل بأن الصواريخ الدقيقة أو حتى عفوا المضاد الدروع الموجود اليوم دخل يمكن بمسافة من 8 إلى 10 كيلو هذا يعني بأنه طورنا نوع العمليات وهذا بيعني ردا على ما ذكرتي بأنه لا يوجد مواقع محصنة للعدو على الحدود مع لبنان طيب عندما نتحدث عن جبهة لبنان نحن نتحدث عن جبهة بطول 106 كيلو متر هذه مسافة ليست بسيطة هذه جبهة معركة بعمق لنفطرة 5 كيلو متر من كل جهة يعني عم نحكي عن 10 كيلو متر من الجهتين نوعا ما يمكن بخمسة يمكن تماني حسب في صواريخ انطلقت من لبنان وصلت إلى حدود أعتقد حدود حيفا هذا يعني بأنه المعركة ليست دائما مضبوطة في بعض الحالات كان عم بيصير نوع من في عمليات رد علي حزب الله بأماكن عميئة بالإضافة إلى ذلك أحب هيك نكشف شوية عنوين أو بعض الأمور التغيرات التي حصلت في الميدان مثل ما بتلاحظوا عدد الشهداء أصبح أقل هذا يعني بأنه وعدد العمليات أكثر هذا يعني أنه هناك تكيف عسكري مع الميدان ومع التقنيات الحديثة التي يستخدمها العدو نحن من العام 2006 لليوم صار في تبدل كتير بالتقنيات التي يستخدمها العدو اليوم حزب الله قدر يتكيف مع هذه التقنيات كل يوم في عمليات أعتقد بالأمس كان في قرابة 8 عمليات اليوم والأمس ما في شهده للحزب بجبهة الجنوب العمليات مستمرة التكتيك العسكري المتبع بات تكتيك حديث هناك تعامل بإيجابية وبقدرات عالية مع التقنيات الحديثة وهون أنا أكد لك بأن التقنيات المستخدمة في جنوب لبناء من قبل العدو يمكن هي من الأهم بالعالم ترجمة نانسي قنقر